بعد أن حققت القوات الجوية الملكية تفوقاً كاسحاً في سلاح المسيرات بجميع أنواعها الاستطلاعية والهجومية والانتحارية وتوطين هذه الصناعة داخل المغرب عبر التعاقد مع عدة شركات تعمل في هذا المجال وفق مخطط التسريع الصناعي العسكري بالمغرب يبدو أن الوقت قد حان ليكون للقوات البحرية الملكية نصيب من هذا النوع من المسيرات ولكن ليس مسيرات جوية بل بحرية وأنا أعني الغواصات المسيرة أو درون أعماق البحار وهذه التكنولوجيا حديثة للغاية تمكنت أمريكا من تطويرها وهي ضمن ما يسمى بالتكنولوجيا العسكرية النوعية لأنها قادرة على قلب مسارات الحروب في المستقبل ودخل هذا النوع من الغواصات المسيرة إلى البحرية المغربية يضمن تحقيق قفزة خطيرة ونوعية في التسليح وله تدعيات جيوسياسية خاصة وأن للمغرب واجهتين بحريتين وهم البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وبينهم مذيق جبل طارق وهذا أكيد خبر غير سار لأعداء المملكة وكما يقول الله تعالى في كتابه الكريم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم صدق الله العظيم وبناء عليه ما هي خصائص هذه الغواصة المسيرة المغربية أي ثمنها وقدرتها على المناورة وكيفية تشغيلها وغيرها من المسائل التقنية وكيف يمكن لهذه الغواصة المسيرة جعل سواحل المملكة المغربية عصية عن الاختراق من أي جهة أخرى مهما بلغت قوتها ولماذا قررت المملكة المغربية الاهتمام بسلاح البحرية بعد أن أهملته لمدة سنوات كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم حلقاتنا أولا بأول ونعود لموضوع حلقتنا فامتلاك المغرب غواصات مسيرة يعني أن مذيق جبل طارق أصبح تحت السيادة المغربية وخاضع لمصالحها وفي حال وجود أي خطر يهدد المملكة المغربية يمكن نشر سرب من هذه الغواصات المسيرة في المذيق ما يجعله خارج نطاق الملاحة الدولية وهذا في حال تم الإضرار بمصالح المغرب خاصة وأن هذا النوع من الغواصات يمكن أن يكون بمثابة صواريخ مائية قابلة للتحكم عن بعض مثل التوربيدات وتعتبر بهذا المعنى غواصة كاميكازي مثل الدرون الكاميكازي الانتحارية التي تبني المغرب الآن مصانعها بالشراكة مع شركتين أسرائيليتين داخل المغرب ومن الأمور التي شجعت المغرب على اقتناء هذا النوع من القطع البحرية أن سعرها رخيص الثمن مقارنة مع الغواصات التقليدية وهي ذات فعالية كبرة خاصة وأن سلاح الغواصات المسيرة يعتبر ركيزة أساسية لحروب الجيل الثامس فعوض أن تشتري غواصة تقليدية واحدة يكون متوسط سعرها بين 300 مليون دولار حتى 500 مليون دولار يمكنك تشكيل جيش من الغواصات المسيرة يتجاوز عددها المائتي غواصة بنفس الثمنة وبهذا تكون حققت سلاح ردع قوي بحري في المنطقة ويمكن لهذه الغواصات المسيرة استهداف جميع الزوارق والكورفيت والفرقاتات وهذه الغواصة المسيرة هي من نوع أوشن إيريت وهي التي ظهرت مؤخرا في التدريبات المشتركة بين المغرب وأمريكا اسم هذه الغواصة إيريكثاندر 24 والتي ظهرت في مدينة قلميم بحيث تعرف الجنود والضبط المغاربة على هذا السلاح عن قرب وتدربوا على طريقة استخدام وتشغيل هذا السلاح الثوري هذه الاستراتيجية هي نفسها التي ينهجها المغرب في جميع سفقاته العسكرية وخصوصا مع أمريكا بحيث أنه يقوم بتجربة السلاح في أرض الميدان وفي ظروف حقيقية قبل أن يقوم بالتوقيع على أي سفقة أو عقد شراء وهذا ما حدث في الصفقة الأخيرة لمروحيات الهجومية الأباتشي التي اشترتها مملكة المغربية من أمريكا واشترت على أمريكا فتح مصنع لقطاع غيار هذه الطائرة بالقرب من الدار البيضاء ونفس المسألة تكررت في راجمة الصواريخ هيرماس التي تم تجربتها في مناورات الأسد الأفريقي قبل أن يتم توقيع عقد شرائها في سنة 2021 تجدر الإشارة أن التدريب على هذه المسيرات يندرج في إطار النسخة الثانية من التدريب المشترك أركان 24 والذي تم إقامته لأول مرة في المغرب بعد أن كان في رومانيا العام الماضي حيث عرفت الدورة المغربية مشاركة كتيبة مكونة من 300 عسكر أمريكي وألماني وبريطاني وعدد غير معروف من الضباط المغاربة للتدريب العسكر حيث تم تقسيم التدريبات إلى مرحلتين المرحلة الأولى كانت دورة أكاديمية تم التعرف فيها بطريقة استخدام وتنسيق هذه الأسلحة مع جميع الوحدات العسكرية أما المرحلة الثانية فكانت تدريبات تطبيقية في ظروف حقيقية برية بحرية وجوية في مجالات تدخل في نطاق الحرب الإلكترونية والأمن السيبراني وتحليل الإشارات والبيانات التكتيكية العسكرية لاستخدام الدرونات الجوية والبحرية والغواصات المسيرة والتي ظهر بالكاشف في هذا التدريب المشترك أن الغواصات المسيرة هي من نوع أوشن إتريتن وهي نفس الغواصة التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية في الشهور الماضية في الخليج العربي وبالضبط بالقرب من إيران بهدف التصدي لأي هجوم أو تهديد من البحرية الإيرانية وهذا حسب ما أفادت به الصحيفة الأمريكية والتي أكدت أنه أحدث انتشار أمريكي في المنطقة علاوة على ذلك فأوشن إير تريتن هي المركبة البحرية الوحيدة ذاتية القيادة بمعنى أنها قادرة أن تبحر على هيئة سفينة شراعية أو على شكل غواصة مسيرة يعني يمكنها الاصطلاع بالوظيفتين كما يمكن أن تتحول إلى التربيد مائي موجه عن بعض قادر على المناورة تحت الماء وفوق سطح الماء ما يجعله سلاحا فتاح كما يوجد على هذه المركبة البحرية خمسة كاميرات على الأقل لرصد العدو في أعماق المياه أو على سطح البحر ويمكن لها أن ترصد أي معيقات بحرية مثل الصفور وتجاوزها تلقائيا بواسطة الذكاء الاصطناعي كما أن هذه الغواصة مجهزة ب740 واط من الألواح الشمسية ومولدات التقى الرياحية وهذا يمكنها من الإبحار بشكل مستقل لمدة ثلاثة شهور وهذا يجعلها بمثابة الإبرة في كومة من القش حيث يمكنها أن تجوب المحيطات والبحار وتجمع المعلومات دون أن تحتاج للعودة إلى مراكز التحق وتسير هذه المسيرة بسرعة 90 كم في الساعة أو 5 عقد بحرية أما الميزة الاستراتيجية لهذه الغواصة مقارنة بالمسيرات الغواصة الأخرى أنها مصممة للتخفي بسبب البصمة الرادارية لها والتي تعتبر الأصغر في العالم وحتى لون هذه المسيرة تم اختياره بعناية حتى يتناغم مع لون البحر وهذا ما يجعل هذه الغواصة مثل الشبح من الصعب جدا أن يتم رصدها وبهذا تتجنب جميع التهديدات التي تصادفها وليعلمكم يبلغ طول هذه المسيرة البحرية 4.4 متر وعرضها أقل من متر واحد ووزنها 350 كيلو جرام وفيها مخزن يمكنها من حمل مختلف أنواع الأسلحة التي تصممها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا النوع من المسيرات الذكية والتي في كل يوم تتطور باستمرار ومن المرجح أن تكون هذه الغواصة بيد القوات الخاصة المغربية أو وحدات الضفادع البشرية مثل ما يحب المغاربة تسميته وهي قادرة على تنفيذ عدة مهام استخباراتية بالدرجة الأولى أي أن الهدف منها تجسسي وتدخل هذه المسيرة ضمن الأسلحة المظللة للعدو أي يمكن من خلالها تنفيذ عدة مهام للخداع العسكري مثل نشر معلومات المظللة وإظهار معدات وهمية على ردارات العدو وتنفيذ حركات كاذبة وهي الإجراءات التي تجعل العدو يتخذ عدة قرارات خاطئة ويمكن لها حتى الكشف على الألغام البحرية وترصد حتى التوربيدات المعادية والسفن الحربية والطائرات المجهزة بأجهزة السنار وحتى الغواصات النووية ويمكن تأمين السواحل المغربية من الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات عبر البحار فلا يخف عليكم أن الجماعات الإجرامية داخل المغرب تورت من أساليب تهريبها للمخدرات حيث أعلنت الشرطة الأسبانية في سنة 2022 أنها ضبطت ثلاث غواصات مسيرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها ضبط ثلاث ستن مما يطلق عليها غواصات مسيرة وقبض على ثمانية أشخاص في عملية مداهمة نفذت في برشلونة وجنوب إسبانيا وأوضح البيان أن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها أجهزة مماثلة ما يعني أن الدولة المغربية تعتبر امتلاك هذا النوع من الأسلحة بمثابة أمن قومي لها فلا يعقل أن تتغول العصابات وتمتلك قدرات تفوق قدرات الدولة فهذا خط أحمر بالنسبة للمملكة المغربية أما ثمن هذه الغواصة المسيرة فيقدر ما بين 2 إلى 3 مليون دولار للمسيرة الواحدة وبالتالي دخول هذا النوع من المسيارات البحرية متعددة المهام سيكون تفرف في تسليح القوات البحرية الملكية بأحدث التكنولوجيا العسكرية بتكلفة قليلة وفعالية كبيرة ولما لا مستقبلا يتم نقل التكنولوجيا تصنيع هذه الغواصات إلى المغرب مثل ما فعل المغرب مع الدرونات الجوية وما يزيد من فرص تطوير هذه المركبة أن القانون المغرب الأخير يشجع على توطين هذه الصناعات بالمملكة ويعفيها من الأداءات الجمركية ويقدم لها كل التسهيلات الإدارية بالإضافة إلى تخصيص مناطق صناعية كاملة لكل الشركات النشطة في مجال الصناعات الحربية وتجهيزها بكل المرافق اللازم كما لا ننسى أن المغرب يمتلك البنية التحتية التي تعتبر بنية محترمة تساعد على تسهيل تصدير هذه المنتجات إلى الخارج ولا تجد الشركات المنتصبة بالمغرب أي مشاكل لوجستية في هذا المجال ولا ننسى أن اليد العاملة المهرة المغربية رخيصة مقارنة مع اليد العاملة في الدول المتقدمة وهذه ميزة تنفسية مهمة للمملكة لأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمغرب والتي لا تنفذ أبدا وبما أن المغرب حريص على حياة أبناءه فأن هذه المسيرات تأتي في هذا السياق لأنها لا تحتاج إلى وجود إنسان داخل المركبة البحرية لتسيرها وبالتالي إذا تم استهداف هذه الغواصة فلا تكون هناك أي خسائر بشرية ما يجعلها تتوائم مع العقيدة العسكرية المغربية خاصة وأن هذا السلاح الجديد أثبت كفاءة عالية في الحروب الحالية فلا يخف عليكم أن العديد من الدول تمتلك هذه الغواصات وتستخدمها لأغراض عسكرية ومن هذه الدول نجد بريطانيا وكندا وأستراليا وكوريا الشمالية وحتى إيران حيث تسعى هذه الدول جاهدة لتأمين مياهها الساحلية وحماية الممرات البحرية الحيوية واكتساب ميزات تكتيكية واستراتيجية تساعدها في مواجهة الخصو وتعتبر الغواصات المسيرة إحدى أبرز المركبات المستخدمة لتحقيق هذه الأغراض وقد أدى استخدام الغواصات المسيرة في الحروب الحديثة إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها القوات البحرية للكثير من الدول لسيما مع القدرات الواسعة التي تمتلكها هذه الغواصات ابتداء من جمع المعلومات مرورا بالقضاء على الألغام وانتهاء بمهاجمة السفن المعادي وتعتبر الصين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وهولندا من الدول الرائدة التي تعمل بسرعة على تطوير مركباتها وتسعى روسيا كذلك لتطوير غواصات مسيرة نووية قد تكون الأولى من نوعها ومن الأمثلة على استخدام الغواصات المسيرة في الحروب الحديثة هناك الحرب الروسية على أوكرانيا إذ استخدمت الغواصات المسيرة من قبل أوكرانيا لمهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود وفي المقابل استخدمت روسيا الغواصات المسيرة لأغراض عسكرية كما يمكن استعمال هذه المسيرات البحرية في عدة أنشطة مدنية مثل استكشاف أعماق البحار فعلى سبيل المثال تم استخدام هذه المركبات لجمع عينات من قاع البحار لمعرفة نسبة المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة فيها والاكتشاف الحيوانات والهياكن في أعماق البحار واكتشاف أنواع جديدة من الكائنات تحت الماء واستخدام الغواصات المسيرة بشكل شائع في أبحاث المحيطات لأغراض مثل قياس شدة الطيارات المائية ودرجة الحرارة ورسم خراءة قاع المحيطات والكشف عن الفتحات الحرارية المائية ولما لا حتى البترولية أو التقي كما يمكن استعمال هذه المسيرات البحرية في إعادة تأهيل النظام البيئي حيث يمكنها جمع ونقل بيانات المياه عن بعد للحكومات المحلية لتتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق بسياسة إعادة تأهيل النظام البيئي في الأنهار والبحار والمحيطات وسواء ستستعمل البحرية الملكية هذه المسيرات البحرية لحراسة حدودها وتأمينها من الهجرة السرية أو تهريب المخدرات أو استخدامها لأغراض عسكرية أو بحثية فإذا يمثل نقطة تحول مهمة في التكنولوجيا العالية التي تحت تصرف المملكة المغربية أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت جرينيتش كان معكم حمد القروي برنامجكم عرب شو اشتركوا في القناة